نقشنا هل المحافظين وعضاء المجالس التنفيذية يبقوا بالانتخاب ولا بالتعين وطبعا انت عارفة ده حوار وطني بيجمع من أقصى اليمين لأقصى اليسار وخبراء وسياسيين وكل مختلف الأطياف كلنا كنا بنتناقش بعد أن توافقنا على عدد الكلمات عدد الدقائق المسموحة لكل تمثيل من الأحزاب أو الخبراء بعد أن توافقنا على احترام الدستور كخلفية ومرجعية لنا كلنا في الحوار الوطني اختلفنا فيما بيننا حول رؤيتنا ووجهة نظرنا حوالين مختلف الموضوعات التي نقشت في الجلسات الماضية وأنا أعلنت مبارح أنا واستاذي دكتور سامير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني عن أن الجلسات المعلنة في المحليات تقريبا ما مش متأكد برضو أن احنا أول لجنة من 19 لجنة اللي أنه عملهم كجلسات معلنة بعد بقام هنجمع كل الأفكار ووجهات النظر دي عندنا إن شاء الله ورشة عمل غالبا هكون يوم 7-8 هي ورشة مغلقة بتضم خبراء من مختلف الأحزاب والأطياف السياسية لصياغة ما ترحى من أفكار وعناوين عامل أنت عارفة الجلسة دي كان ممكن حياتك مثلا تضم 80 واحد 100 واحد وفي ممثلين مش أقل من 20 أو 30 ممثل لمختلف الأحزاب والجهات وبيتغيروا يعني بعضهم بيتغير فطبعا دي كلها وجهات نظر إحنا بنجمعها وجمعناها وأصدرنا توصيات بيها بس التوصيات النهائية لمثلا نظام الانتخابي يعني ممكن مثلا يبقى فيه توصيتين في المحليات مثلا إن الناس بتدعو بالقايمة المغلقة المطلقة وناس بتتكلم عن القايمة النسبية طب أوكي أنا ما عنديش مشكلة إحنا بقى لما نقعد في برشة العمل هل في ظل المواد اللي موجودة في الدستور اللي هي 25% مرأة و25% شباب و50% عمال وفلاحين كمرشحين يعني ملتزم بيوم كاكوتا هل هقدر أصغر في شكل نظام انتخابي بالقايمة النسبية طب هل ده هيبقى فيه مشكلة دستورية في النهاية ومسألة إن المحافظ يبقى بالانتخاب ولا بالتعيين والناس والدول اللي برا يقولك المحافظين بيتم تعيينهم بالانتخاب دفع بعض الدول انتخاب وبعض تعيين